هم كانوا أصلاً بالفكرة كلها في فكرة الصعبان الأقرع يقول لك أنت هتروح تموت في الصعبان الأقرع هيخبطك الخبطة تنزل سبع أرض وبعدين وهكذا ده نبع من فكرة أي بعد؟ أنا خدت الدين كده على فكرة مين بقى اللي دهولك كده؟ يعني بتخد ده في طبق؟ ولا أخدته في طبق؟ لا أبص بص عبد الرحمن هقول لك الفكرة كانت عارف عاملة إزاي؟ أنا طلعت على شراية كاسد شراية الكاسد دي كانت موجودة في كل حتة وخطب دين وما كنتش عارف أن في دين تاني ينفع لا مش دين تاني يعني فكرة تاني جوه الدين ينفع يتأخذ أو أن أنا المفروض أفكر أنا ما كنتش عارف أن أنا المفروض أفكر فأنا طلعت على شراية بسمعها في المكروباس وأنا راكب في المكروباس وطلعت على شراية بسمعها وأنا ماشي في الشارع فاهمت؟ النار وهتخش جهنم والصعبان الأقرع وشعر تمام؟ أنا فخلاص فأنا فهمت أنه هو دا الدين أنت أخذت الدين على أيامكم من منظور الخوف فتعالوا نطبق الكلام اللي بيتقال مش من منظور الحب وأن دا الدين بتاعنا وجميل فتعالوا نطبقه لأ أنت بس علشان خايف من أنت تروح النار وخايف من السعبان الأقرع وخايف من الستر بتيجي بالليلة علشان تاخد تاخد اللي ما بيصليش دا دا هو الدافع لك أن أنت تلتازم شوية بالدين كان الفكر الأساسي طول الوقت اللي أنا بستقيه يعني من كل اللي حوليها من المجتمع ومن البيت ومن الشارع ومن المكروباس ومن المحل أن أنا في رعب هيحصل ما كانش حد بيكلمني أن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم يعني أكيد كان موجود يعني بس أنا ما كنتش بشوفه في اللي حوليها كلهم وكانت دي بالنسبة لي كانت أزمة هالمشكلة يعني أو يعني خلينا نقول بالعقل كده ليه الناس خدت دينها بشكل ما في فترة ما آآ بشكل اجريسيف أو بشكل مش آآ مش الأفضل آآ فاتغزة جواهم نوع معين من العدات والتقاليد اللي خلت أبنائهم برضو يطلقوا عندهم مشاكل بنواجه دلوقتي أعضايا زي الإلحاد آآ الانتحار الناس بتتستسهل جدا يا تنسالخ شوية من الدين في بعض القيم بقى والعدات الجديدة اللي استحدثت آآ هل في مشكلة خلتنا بعيد عن الدين بص أنا بجاوبك للتأكيد أو مش بجاوبك بنفكر مع بعض زي ما اتفقنا كده إن احنا الموضوع كله قيم على فكرة التعقل يعني احنا بنعقل الموضوع فبالعقل كده طيب آآ مش من باب علم احنا مش أهل علم ولا نقدر نفتي في الدين ولا الكلام ده خالص الفكرة ان انا بنحكي على تجارب انت بتحكي على تجارب وأنا بحكي على تجارب أنا بالنسبة لي التجربة اللي انا كنت طالع فيها نوجة نظر يعني ما فهمتش ابعادها بغي لما بدأت افكر مهم فهمتني ولما بدأت افكر دعني انا كان فيه مسجد جنب البيت عندنا وآآ وانا كنت بصلي يعني فانزل اصلي الدهر بتأذن وشان فيه وبتاعه وكان فيه ناس كتير جدا بيصلوا معايا وانا عارفهم وهم عارفيني وبتاعه وكلام ده بس انا بصلي عشان انا حافظ ان انا مفروض اعمل كده مهم فهم اذا انا ازل فانا مفروض النظر اصلي انا طلعت لقيت ان ده اللي لازم يحصل انت مسلم مم فانت لازم هو ده اللي يحصل يحصل ليه ما حاجة بيقول لك فهمتني اه بس يعني فيه ثوابت عموما لازم تحصل مش بتكلم على اصول وسوابت انا فهمت تبكلم على الطريقة اللي اصلك ديها اه انا مش بتكلم على فكرة الصلاة إن هي الصلاة أنا الغادل لوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى علي أنا أصلي الحمد لله بس أنا أتكلم على فكرة إن أنت واخد الدين بدون ما تفكر ليه وإنت مع إن بقى يعني لما بدأت أفهم شوية قدام بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني بدأت أفكر تمه ربنا بيقول أفل تتفكرون أفل تتعقلون يعني هو أصلا الله سبحانه وتعالى اللي خلقك أمرك إن أنت طول الوقت تتفكر وطول الوقت تتعقن وكل ما أقول لك آية يرجعك للعقل يعني يقول لك إيه أفل تتعقلون أنت بتفهمش يعني أنت تتفكر يعرض الموضوع على عقلك يعرض الآيات دي على عقلك ومخك وشوف عقلك ومخك يقول لك إيه فهمني هل كان يعني الشيوخ مثلا أو رجال الدين يعني يعني نتخفص شوية على مضاور رجال الدين ده أو خلينا نقول له علماء هل كان في فترة من الفترات كان موجود على الساحة الناس اللي شايفة أن هو الدين من خلالهم وبس وموضوع الناس تتفكر فيه بأقولهم اللي هي مش متعمقة أو في الدين زيهم مش درسة أو زيهم ما ينفعش يعني ما ينفعش يطلق العنان كده للناس إن هي تفكر بمنظور ما في الدين فاخدوا العلم مننا وبس هل ده كان بيطبق بشكل خاطئ أنت تقصد فكرة الكهنوتية في الدين أو أحي كده أو يعني فكرة برضو خلينا عشان ما إيه ما نتقلش الموضوع على الحد بيسمعنا فكرة الكهنوتية اللي أنت بتتكلم عليها يعني إيه برضو عشان خلينا نشرحها بس لإخواتنا الصغارين يعني فكرة الكهنوتية إن الكاهن زمان كاهن المعبد كان غير مسموح للناس العباد إن هم يسألوا على شيء فهو ممثل الإله أخي ببالك فجات من هنا فكرة الكهنوتية في الدين فقال لك الدين الإسلام ما فيش كهنوتية فيه فكرة إن انت تاخد الدين الصم اللي هو كده وما لكش دعوة وما تفكرش وما تقولش هذا ما وجدنا علي أباقنا آه تمام أنا 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 واحد من الناس اللي تربيت في البيئة الزادي وعلى فكرة أكتر جيلي أكتر جيلي أنا مش بقول كل جيلي أكتر جيلي أظن إن هم عدوا بالمرحلة دي فاهم؟ والدليل على ده إيه؟ إن في كتير جدا من أصحابك مثلا فجأة فجأة تلاقيهم تدينوا تدين بشكل غريب في لحظات سرعة غريبة الشكل فاهم؟ تلاقيهم تدينوا وشافوا إنه هو ده الشكل الأمثل للدين اللي هم تدينوا مع الاحترام الكامل ليهم وفقراسي أنا يعني أنا أؤمن جدا بفكرة إن كل واحد يعتقد ما يعتقد فاهم؟ ويدين لما يدين له يعني هو حر أنت حر أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك أنا بس أسلم لست عليهم بمصائط أنت مش تسيطر على البني آدم يعني فاهمت إزاي؟ بس أرجع أقول لك تاني أنه إحنا محدش قال لنا لازم تفكر حتى وإحنا الغاية دلوقتي مش بتكلم على جيلي بس دلوقتي بس دلوقتي شوية السوشيال ميديا فرعت فخلت الناس كتير جدا بتتكلم خلت أفكار كتير جدا مطروحة فبالتالي أنت بقى مسموح لك بمساحة أكبر من التفكر تمام؟ مع أن ده مش بيقابلوا على الجهة التانية حد يفهمني ديني بشكل مريح ويخليني أتفكر يعني أنا مش بقول ربنا موجود أنا مش بتكلم في الحتة دي أنا بتكلم في ديني أنا راجل دلوقتي أين كان هو الدين إيه؟ يعني أين كان مسيحي مسلم يهودي أين كان أنا بكلمك هنا على تجربة شخصية محد يعني مفيش حد بيقعد لغاية دلوقتي يقول لي تعالي حبيبي الموضوع ربنا زي ما هو شديد العقاب هو برضو الرحمن الرحيم يعني فهمني؟ فهمني مفيش الحتة دي لغاية دلوقتي مفيش يعني زمان لما طلعنا احنا على الشرايط بتاعة الشرايط الكاسد اللي كان بتتباع بتاعة الخطب بتاعة يا راجل حتى أتذكر يعني أنه حتى الكفر الكفر بتاعة الشريط نفسه الشريط الكاسد كان بيبقى عليه شكل تحبان ونار ونار وناس بتتشوي وعظم طالع من جهنم ده فيلم ده مش خطبة فعليا والله مش عارف انت يعني شفت حاجات زي كده لا ما حدرتش بصراع أمري ما تصدق أمري ما سمعت خطبة على شريط كاسد مع أننا من جيل برضو يعني قاشنا شوية لحد ما شرايط الكاسد ده بس يعني احنا طبعا جينا في انفتاح غريب شوية أغاني بقى وهكس وكده فما كانش في احنا كان عندنا الأغاني احنا كان عندنا الأغاني وكانت موجودة كان ده موجود ولا موجود وممكن يكون اللي كان بيبيع لك بيبيع لك بس أنا بتكلم في فكرة في فكرة ان هو ده شكل الدين الأوحد اللي احنا شفناه اللي من وجهة نظري هو ده اللي انا ممكن يكون أنا اللي كنت في بيئة مختلفة بس خلينا يعني مختلفين او متفقين احنا شايفين ان في مشكلة في مشكلة في الناس مش عايز اقول بعيدة عن الدين بس مش عارفة ازاي تاخد دين هل المشكلة دي فعلا ملموسة ولا احنا بنأفور يعني انا دايما بيخطر في ذهني سؤال هل الناس هي اللي بعدت عن الدين ولا الدين متمثل بقى في المؤسسات والعلماء واي حد له دراسة او علم في الدين هم اللي بعدوا عن الناس هم اللي معرفوش يواكبوا بالتطور والانفتاح اللي بقى موجود فتأثيرهم ما بقاش ظاهر زي زمان اه انت بش بتسألني انت بت يعني بتقول انا بفكر معاك انا برضو مش متخصص وانا مش عالم بس انا بحس دايما ان زيما الناس يعني اه ليها سبب او ان عليها حقوق وليها واجبات انا شايف برضو ان رجال الدين اه كان عليهم واجب اكتر في ان هم يقربوا للناس اكتر يواكبوا 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 فعلا التطوير اللي حصل اه يعني اه طبعا فيه شيوخ مش شيوخ فيه ناس كتير جدا بتتكلم في الدين كتير تمام انما طبعا الازهر وعمة الازهر ولبس الازهر لي حالة او انه لازم لازم يبقى في مكانة مختلفة وبيطلع بشكل مختلف بس هو مفيش مشكلة ان تطلع على التيكتوك اه مفيش مشكلة اطلع بنفس شكلك بس اطلع على التيكتوك يعني تعالي اه مؤخرا بدأوا يزهروا على السوشيال ميديا مش عال السوشيال ميديا اه انا بتكلم على اكتر حاجة دلوقتي يعني انت بتزر ممكن يكون بيكتزق منك شيء وبيطلع فاهم بشكل فاهم بس انت لازم تروح بالشكل يعني للأسف للأسف لازم بيكون موجود دلوقتي مش بقول تقلع الجبة والافتان والكلام دوت وتقلع لبس الشيوخ لا ما اصدش بس اقصد روح لي بالطريقة دي ما تروح ليش انا انا خلاص يا سيدي تمام ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني الى حد ما هداني للطريق اللي انا شايفه من وجهة نظري يعني متماشي مع افكاري تمام انما عندك شباب كتير جدا 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 يا راجل انا خليني بس حتة صغيرة كده يعني يعني انا بشوف فيديوهات كتير جدا جدا دلوقتي على سوشيال ميديا في الشباب الصغير يعني مثلا تلاقي فيديو بيسأل على ارقان الاسلام هم شايف ارقان الاسلام اه اه في حاجات من دي كتير كثير جدا والصورة الاخلاص فين اه اه فاهم فده اللي نقصده فيه فيه جابة كبيرة جدا 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 فيه جيل طالع مش معترف اصلا بفكرة الشيوخ فيه جيل طالع ده بقى يعني ينقلنا المرحلة هل فعلا الناس حسة ان رجال الدين عموما في المجتمع ما بقوش زو قيمة حقيقية زي الاول انبيهم من غيرهم وهو المجتمع ماشي كده طريقة الخطاب بمشاكله بدنيته بكل حاجة اه ده موجود فعلا طريقة الخطاب للأسف طريقة الخطاب يعني انا بقول لك اه على قد ما كان الطريقة بتاعت الخطاب فضة جدا ايامي تمام بس على قد ما انا فهمت ان انا لازم اشوف فيدي يعني الطريقة غلط اللي هم كانوا بيكلموني بيها اه ان هم ما بيكلمونيش في زاوية واحدة الرعب 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 لدرجة ان انا دلوقتي والله العظيم كان بيجي لوقتي اقوله وانا اتخلقتش نتعذب يعني يا ربنا تعالى خلقني في الدنيا دي عشان بس اتعذب يعني انا جاءت افكار كده كانت بداية على فكرة بداية تحولي في ان انا فكر انه اكيد في حاجة غلط اكيد في شيء غلط فاهم وكان من هنا بدأت اشوف انه بالراحة الموضوع مش بالطريقة دي تمام ودأت ادار على طريقة انا فكر فيه فالقصود ان طريقة يعني كان اه بس كان فيه خطاب كان فيه خطاب وحتى لو كان الدين بيتاخد بشكل معين في فترة ما ممكن تكون غلط او كده بس كان العالم او الراجل الدين ده له مكانة كده له قيمة كده في المجتمع فيه خطاب قادر يوصل قادر يخطبني بلغة العصر ايما او تمام بدليل بكل بساطة ايه عمل شريط كاسد ما كان ده اخت روعة فعمل شريط كاسد وراحلي بشريط الكاسد صحي كده اتأخرنا جدا على المؤسسات الدينية في مصر والعلماء بدأوا يظهروا على الله عليك كان اريد فيه جيلة دمر بالزبط تمام ضيف بقى على كل ده انه حتى لما بدأ يظهر بدأ يظهر بنفس طريقة انه بيخطب على منبر في الجامعة وده ما الصح ما نزلش للناس ما نزل للناس كلمني اه الدين طبعا بس يعني هاتني الاول وبعدين كلمني بالطريقة دي بس هاتني الاول يعني تعال اكلمني بطريقة الاول فانفهم بس اوها ممكن واحد يطلع يقول لنا مثلا انتو كده عايزين تميعوا الدين انتو عايزين ناس تتكلم ازاي برضو هذا ما وجدنا عليه اباونة هي نفس الفكرة بتاعت اباونة ما كانش عندهم فيسبوك حبيبي ما كانش عندهم كانش عندهم تيك توك ما كانش عندهم انا اسف يعني سمحني ما كانش عندهم كم من السف وكم من الحاجات الغلط اللي بتحصل في البيوت وبتطلع على السوشيال ميديا كانش عندهم الكلام ده خالص لو انت بس يعني نفكر مع بعض كده ما كانش عندهم واحدة أنا آسف سامحني يعني بتطلع تحشي المحش على السرير وتطلع على تيك توك ما فيش الكلام ده كانش عندهم وده كان فيه يعني كان آه يعني فيه عيب وفيه عادات وتقاليد في المجتمع بس ده كله كان بيسندها الدين يعني الدين كان ساند العادات دي وكان فاهم يعني مرجعية العادات والتقاليد كانت الدين فاهم اللي بغض النظر ان احنا متفقين عن طريقة الخطاب اللي كانت حصلة أنا مش مختلف مع فكرة ان انت تخاطبني وتكلمني في الدين انا مش مختلف على كده انا مختلف في طريقة الخطاب اللي انا تربيت عليها طريقة الخطاب غلط انا مشكلة الوحيدة ان انت بكتش بتقولي ان دي فيه ربنا الرحمن رحيم انا دي كان بالنسبة لنا شخصيا يعني كان طول الوقت عم بالتتكلمني على فكرة العذاب وعذاب القبر وان انا هنزل هيطلع العمل وصول فيها وتحت تفاهم؟ اكتشفت بعد كده انه لا الموضوع انا اللي اكتشفت انه فيه دي برضو حاجة يعني حتى لو راجل الدين في المسجد او في التلفزيون او في الشريط الكاسد كان بيخاطب الناس بشكل معين باسلوب ما ليه ما كانش على نحو اخر فيه اللي بيقول العكس او مثلا اللي عنده سلوك اهدى شوية متفتح اكتر يعني مثلا في التعليم برضو اه نفس الفكرة انا كنت باشوف في المدرسة المدرسين عندنا هو برضو بيديلك الدين من منظور اللي هو اه خده ما كانش بيناقش يعني حتى في حصص اللغة العربية في حصص الدين ما كانش عندنا الاستاذ اللي اه ممكن نشرح معنى الاية تمام بس ما كانش يدي درس فيه اه اه معنى مثلا معين من معنى اسماء ربنا مثلا اه الرحمن الرحيم الغفور كان كل ما اكتيجي لا مالي تغبط في المايت ولاي حصل المشكلة في الصوت معلش احنا قسوينها يا عمر كان كل ما تيجي اه حاجة هو زي عاوز يوصلها لنا كان بيديها لنا في صيغة تعليمات كانش بيديها لنا في صيغة صحيح علشان كزا اه اه فكرة الفهم بالزبط فتبص وانا اه انا خريج من مدرسة اسلامية يعني خاصة اه كان فكرة طبعا الصلاة دي دايما حطة صادرة وموجودة اه بس ما كانش في اه اه بتصلي ليه اه لا ممكن نعرف احنا بنصليه علشان ربنا يفرح وعلشان ربنا يرضى عنك واي 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 بس كانت طاغية فعلا فكرة العقاب اكتر انت لو ما صلتش هيحصل كزا بالزبط اه انت بخير كمان انت برضو بارجع تالفك انت في الجيل اللي بعدي اللي هو انت بتشعلق في الحاب اللي بتاعنا احنا من تحت اه بتشعلق في اي حاجة بجيلكو على فكرة ان انا بحس بجيلكو فيه نستالجيا كده بحني لها بصراحة مش قادرين نعوضها دلوقتي يعني حتى لو كان فيه في فترة من الفترات الموضوع قاسي شوية بالنسبة لكم في ان انتو تربيته على عادته تقاليد صعبة شوية واحنا جلنا فيه انفتاح اكتر وحرية اكتر بس برضو انا لما بشوف نتايج التربية الحديثة اللي احنا وقعنا فيها النهاردة باللي احنا فيه في المجتمع لا انا بقول يعني ياريتنا كنا تربقنا التربية بتاع الزمان دي وكنا شوفنا يا سيدي الصعبان الاقرع ده لكن مش هنشوفه ده تحت ده بس ما نوصرش اللي بنشوفه دلوقتي على السوشان ميديا والناس اللي بتقلع والناس اللي بتكبس والناس اللي بتشتم كله ده على السوشان ميديا ده مش طبيعي هسألك أنا سؤال طيب الاول يعني ردا على اللي انت بتقوله كله هل فكرة ايه الجابة اللي حصلت او ايه التحول اللي حصل خلى الجيل اللي انت بتتكلم عليه بتاع التكبيس ده بقى موجود. تمام؟ ده سؤال. ندردش فيه. السؤال التاني تقدر تقول لي وده ردا يعني انا برد عليه يعني انت قلته بسؤالين ونتناقش. ايه؟ تسمع عن فكرة دعاء الجدد دي كانت في جيلنا. صح كده؟ موجودين طبعا على الساحة دلوقتي فيه ناس كتير موجودين يعني من جيلنا ومكملين لغاية دلوقتي. بس ليه انتشروا الانتشار الكبير جدا 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 في فترة زمنية صغيرة. تمام؟ بعد فكرة شرائط الكاس اللي انا بحكي لك عليها دي. ليه انتشر. ليه لا 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 لا. لازم السؤال ده فعالية نفكر ما بعد. يعني ايه اللي حصل برضو يعني مش عارف انت يعني متابع للحتة دي ولا لأ. بس احنا ايه اللي حصل في دنياتنا في في جيل انا. اللي حصل ان انا كنت طول الوقت بسمع الشرائط اللي انا بحكي لك عليها اللي انا بقابلها في كل حتة وانا ماشي. تمام؟ بعدين فجأة بدأ يزهر ما بين كتيرين يسمى الدعاء الجدد. مين الدعاء الجدد دول اللي هما ناس بيكلموني بطريقة مختلفة عن الخطبة بتاعة الممبر. اللي بتزهر لي واللغة العربية الفصحة اللي بتزهر لي في الشراية الكاسد وفي الميكروباس وفي الجامع وفي كل حتة. تمام? بدأوا يكلموني بشكل شوية مختلف. بدأوا يقربوا لدماغي جدا. بدأوا يتواصلوا معايا بلغة عامية اسهل. تمام? فانا بدأت اتقبل منهم ايه دا راحة شبه يو بيكلمني بالروح يا عم او. بيزعقش وبيكلم. انت فكرتني بامام مسجد قبل كده كنت بصلي في اسكندرية. وكان اامام مسجد شاب. وكان بيخطب خطبة الجمعة عن ريادة الاعمال. كانت حاجة بالنسبة لي غريبة جدا. ايه دا انت مش بتكلمني في في الزكاة وفي الصلاة والصعبان الاقرع برضو والحاجات دي. اه. فبيتكلم عن ايلون ماسك. ويجي في بيزوس. والناس ورجال اعمال بقى. بيتكلم مش من منظور ديني. اه. وممكن يكون بتكلم من منظور اقتصادي. ومن منظوم اه. حد ناجح. ايه. بعيدا عن الدين خالص. اه. فقلت. يعني. ازاي تبقى ناجحة? اه ازاي ازاي الفكرة اصلا جات له. طبعا اما كان اه موضوع الخطب ده مش موحد بكل اللي عايز يخطب بيقول. فكنت تخش بقى انت ورزقك المسجد النهاردة. اتخطب عن الصدق عن الزكاة عن اه حاجات كده. اول مرة في حياتي. وتايما كانت اخر مرة. ادخل المسجد رائعي في خطبة عن ريادة الاعمال. وراجد بتكلم. كان ايه رائع? كانت جميلة جدا. ليه بقى? لانه هو كان بتكلم من منظور اه ديني شوية دنياوي شوية. بس رابطوا بمنظور ديني. وان هو الدين يعني بيحسك على النجاح ده. بشكل ما زي اللي كان موجود على ايام الصحابة. يعني مسلا الناس ما تعرفوش ان اه سيدنا ابو بكر ده كان من اغنى اغنياء. اه كريش. وان اه عثمان ابن عفان ده. صحيح. كان رجل اعمال بلغة دلوقتي. صحيح. دليل دلوقتي. صاروة كبيرة جدا. جهز الجيش الاسلامي اكتر من مرة. وليه دلوقتي اوقاف موجودة. فلما رابط ده بداه. انا بدأت اخد معلومة من زمان. وآلينك بمعلومة من دلوقتي. فبقى عندي صورة حلوة جدا عن ريادة الاعمال من منظور ديني. ايوة. ان انت مش لازم تبقى مسلم وفقير يعني. مش لازم ابقى مسلم. واسمع كل يوم عن الصلاة والزكاة والصوم. لا اسمع. بس مش لازم قفير. بزرطة. بس ما قفش عندي دي. ايوة. وانت لما تيجي تخطب بلغة دلوقتي لازم تديني امثلة من دلوقتي. صحيح. ما ينفعش دايما تحكيني زمان لو قال رسول الله طبعا الحديث. صحيح. والسنة كلها ليه احترامها. بس برضو انت لازم تحكيني عن مجتمعنا دلوقتي. صحيح. وعن النمازج اللي في مجتمعنا دلوقتي. صحيح. ومش لازم دايما بقى و و ومعاوية عمل والحسين اه والله الحاجات دي انا بالنسبة لي قتلت بحثة. صحيح. قتلت بحثة. فكوني ان اطلع حاجة جديدة دلوقتي. اسلوب جديد بيتكلم بيقرب اكتر للناس. انا مش شايفه كتير. ولما شفته كنت مباهر جدا بيه نفسي قوي كامل. انت ايه رؤيك في ده? وهو ده بالزبط اللي انت بتحكيه على نفس اللي حصل معايا بالزبط. في الفقل. او مش معايا معجيلي يعني في فكرة الدعاء الجدد اللي بحكي لك عليه. اللي حصل ان احنا من بعد الراجل اللي بيزعق لله ونهار جوة شرية الكاسد. وعلى المنبر وفي خطبة الجمعة وفي كل حتة بيزعق لي. تمام? اه مع الاحترام الكامل ممكن ناس ما تكونش بتيجي غير كده. بس في ناس بيجيش غير كده. بتجي بتيجي بطريقة تانية. تفاهم مع الاحترام الكامل لطرقية الخطاب دي انا مش بحينا مش بتكلم على الاشخاص بعينها. سيب كامل على الفكرة. بدأ اتظر الدعاء الجدد اللي انت بتحكي عليهم. اللي هم على جنة بدأوا يتكلمون بالراحة. وبدأوا يبتسموا وبيتكلموا. ينفع ايه ده? انت ينفع تضحك. ينفع تضحك يعني. بالله فبدأت ايه ده ينفع اضحك. اه ايه ده? انت بتكلمنا ايه? عبقى شاطر. كانش حد بكلمك على الجنة خاصة. انا بقول لك يعني يعني اكيد طبعا كان بس ده كان شواز القعدة. باللاسف يعني. كان شواز القعدة ان حد يطلع يكلمك بشكل شوية. وده شواز القعدة. انما القعدة الاعامة اللي كانت موجودة على جيلي يعني. اقول لانا بسمع عشان محدش بس يجي يقول في الاخر الكلام ده بيش صح. لأ اللي انا كنت في جيلي انا مولي اتنينه تمليل التأكيد. انا طلعت ما كنتش شايف غير الكلام ده. ما كنتش بسمع غير الكلام ده. ما كانش عد حد. ما كانش عندي حد مختلف. اسمع منه بشكل مختلف. فلما بدأت تيظهر فكرة الدعاء الجدد اللي انتشروا جدا جدا ففترة ففترة بعدها كده بشوية. فالناس كلها راحت لها. لدرجة انه بدأ يحصل نوع من الصراع الخفي ما بين المؤسسة الدينية والناس اللي بيدعوا. دول معا مش درسين دين وده يقول لك لا احنا درسين ولازم من اهل العلم بس هما مش بيفتوا. هما بيدعوا الاسلام. ودول يقول لك لا حتى الدعوة دي لازم تكون انت برضو اخذها مش عايف ازاي. فحصل صراع خفي. فاهم? ما بين الطريقتين بتوع لا ما بين التلات طرق لان انا كنت شايفين فيه تلات طرق. اللي هما. تمام? على ايامي. كان فيه تلات طرق للدعوة. كان بلخصا كده. الطريقة الشاملة. لا الطريقة اللي موجودة كتير جدا ماشي الشاملة. الطريقة اللي موجودة كتير جدا اللي انا بسمعها في كل حتة. طريقة الناس اللي بتزعع اللي انا بحكي لك عليهم. بتوع شرية الكاسد. اللي هما اقرب حاجة ليد المواطن. ده هجيب شريط كان ايامي بتنينجي له نص. تمام? فهجيب شريط كاسد اشغاله في المقرباص فانا فيه اربعتاشر واحد في المقرباص هيسمعه. مم. لا ده اربعتاشر اه في الدورة الواحدة اشوف هو راح جاي بياخد كم اربعتاشر. او. تمام? فدول اقرب دول اقرب ناس للمجتمع. الناس اللي هما بيتكلموا بالزعيق. وبيتكلموا بالصوت العالي والكلام ده. تمام? اه. هل ده كان اتجاه? يعني مسلا مسلا. لا خديني بس اقول لك التلات التلات حاجات عشان ما سقطوه مش التعرفني انا بحاول ايه? امزك خط افكار يعني. صد. ماشي? اه ده الاتجاه الاشمر مش الاتجاه. ده الناس الاشمر والاعم اللي كانوا موجودين على مستوى الشارع. مم. الجهة التانية اللي كانت موجودة الجهة الرسمية. اه الازهر وما يمثله من رجال دين. تمام? فالجهات الرسمية اللي كانت يعني طول الوقت اه لبس رداء الدين والعلم وفقط لغيره وما بش بيحاولوا يقربوني انا كمواطن عادي عايز اسمع دين بسهولة. يعني هنا الدين صعب جدا هنا الدين يخوف. فهمتني? فخدت بالاك الاتنين عملي زي? تمام? التالت بقى. التالت بقى اللي هما اللي زهروا اللي بدأوا يكلموني انا. على ان في ينفع يبقى جميل والدنيا لطيفة ونروح ونيجي ونتكلم وعاجات كده فانا بدأت اميلة اللي هناك. واسمع. فبدأ ينتشروا الاشخاص دول بدون ذكر اسامي. بدأ ينتشروا جدا جدا. ومش في مش عند انا بس عند ناس كتير جدا. انتشروا ليه عشان هما يكلموني بالطريقة اللي هما لحقوا دماغي. هما بقى اللي نزلوا للناس. بالزبط. اللي مقدرش الطريقتين الاولانيتين اللي انت قلت عليهم. يعملوا. هما حاولوا يعملوا. بالزبط. ينزلوا للناس اكتر. ويواكبوا جلهم اكتر. حتى لو هيجوا شوية على نفسهم في طريقة الخطاب في توصيل المعلومة. هو زي زيك يا عبد الرحمن. يعني هو واحد عادي جدا بس حاب يتكلم عن ربنا. فاهم? فهو اتكلم عن ربنا بهدوء وفي ثلاثة. فلما اتكلم عن ربنا بهدوء وفي ثلاثة انا خدت الموضوع منه ايه ده? ده واحد زي يتكلم عادي. ايه ده? طب فتمام. بس فعلا بدأت اصطاق منه معلماته. فورد جدا جدا اي حد دلوقتي يطلع يتكلم. يعني ايامها كان يبدأ يقول حتى افكار اه شازة. فانا هتقبلها منه حتى لو بطرقته. خلينا سألك سؤال بس قبل ما سألك سؤال يعني ايه? خد بالاح كده. اه. انت بدا في اعدام المعراضي. خالفك ده مش ايبة لحياة. بسم الله. هل التربية الحديثة تلعب دور في اه ان احنا بعدنا عن الدين برضو? يعني انت شايف انها بتتعارض شوية مع منظور اه التربية الدينية. يمكن نشأنا عليها شوية. ويمكن جالكم انتو بالذات. لا احنا متربنا احنا شربية حديثة. احنا تربنا بالشبشب. لا خلبك احنا برضو تربنا بالشبشب. بس يعني حتى دي كان فيه شبشب حديثة جدا. يعني انتو ممكن تكونوا ربيطة على شبشب القديم نواله باب والحاجات دي. وحاجات كده. وكان في شبشب انا فاكله اه اخضر وعمل كروس من فوق كده. ايه اوه. شبشب ده كان في كل بيوت. نعرف ده كان بيلاس بعد. اه. 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 انا اتعلم. كان بعمله التربية. بس يعني نرجع لموضوعنا. هل فعلا التربية الحديثة بشكلها الحالي? ويمكن من من كم سنة فات وكده? اه اثر بشكل كبير عن فكرة التربية الدينية اللي كانت موجودة زماني. وهل برضو خلينا نكون متفقين. هل دي الافضل? ولا التربية زمان القصية برضو اللي كان فيها السواب والعقاب ويعني حزم شوية عن التربية الحديثة اللي يمكن ما فيهاش عقاب اوي. او بالمعنى بمقارنة يعني في طريقة زماني. بس بكل بساطة الموضوع ده انا هقول لك ان انا عندي اولاد طبعا. مم. بس هقول لك انا من وجهة نظر يعني انه الله سبحانه وتعالى لما خلق هو من وجهة نظر يعني نزل لكل واحد الكتالوج بتاعه. لكل يعني الاديان لما نزلت نزلت كتالوج للبني ادم ازاي يعيش. مم. متفقين? متفقين. متفق معه ده? اكيد. تمام. فلو احنا ابعدنا عن الكتالوج ده زي جزائي جهاز هيبقى في مشكلة ويبقى في دروب كبير. مم. تمام? فالدين ده بتاعك هو العاصم لك من كل شيء وهو الطريق اللي يعرفك انت المفروض تتعمل ازاي? تمام? لان هو الله سبحانه وتعالى اللي خلقك. طيب. عايز اقول يعني عايز اقول لك ان انت لو بكل بساطة بصيت كده في الدين هتلاقي كل الاديان فيها سواب وعقاب. تمام? تمام. هي دي التربية المفروض تمشي مع البني ادم اللي ربنا. هو ربنا بيديك ده عشان تفهم منه انت المفروض تتربح ازاي? هو عارف ان احنا بني ادمين. هنخطئ? تمام? وهنجيد. هو الله سبحانه وتعالى خلقنا كده. فقال لك لما تخطئ هتتعاكل. لما تجيد هتاخد سواب. صح? مش ده الموضوع بكل بساطة? بكل بساطة اه بس يعني مش شايف ان اختلاف الازمنة. ما فيش ازمنة. ما فيش ازمنة معك بني ادم. ما فيش. ما فيش ازمنة انت نفس الخلق اللي الله سبحانه وتعالى خلقك من من بدء البشر. انت نفس الخلق بعيدا بقى عن ايه اللي بيحصل في المجتمع وانت عايش ازاي? في صعوبة بتقابلك. انما انت كشخصية. ايه اللي المفروض يحصل وتعيش ازاي? وتتربى ازاي? والكلام ده ربنا قالك. يعني ينفع على واحد مسلا جبت تلاجة. انت راجل بتبقى خايف على التلاجة فتيجي تمسك الكتالوج بتاعها تقراها بتشتغل ازاي? يقال لك لا اركنها مش عارف الاول شوية قبل ما تشغلها وعمل مش عارف ايه عشان فانت لازم تنفز الكتالوج حرفيا عشان خايف عليه تتحرق. صح? بالزبط ده اللي بيحصل بني ادم. مجرد ما بيسيب الدين بيتحرق. انت شايف ان الترباية الحديثة ممكن تكون سبب قوي. الترباية الحديثة المتوافقة. الترباية الحديثة. المتوافقة مع الاديان هي اه مية في المية صحيح. الترباية الحديثة غير متوافقة مع الاديان تمام يعني اذا كانت الترباية يعني اصبعل يسمي البلحب تعتك. مجرد? طيب. بص. اصبع في Microsoft ترباية حديثة في كزا نوع من انواع الترباية الحديثة. هلو كده. في مش تربية حديثة. في تربية بقيلة ادب. صح كده? ويقول لك عشان تربية حديثة. فابني لازم يعمل اللي هو عايز يبقيه الادب. وانا استحمل بقى واشيل اه بزبط عشان كده تربية حديثة. صح كده? وفي اه وفي تربية حديثة بجد. يعني اللي هو انا فعلا محتاج افهم ابني وابني يفهمني واكلمه بس. مش معنى كده ان هو ما يغلط اه غلط كبير. يرد عليك. فما اه ما تعاقبوش. لا يا تباشي اتعاقب. اه. تعاقب. الله سبحانه وتعالى. قال لك انت كمان هتتعاقب. انت كبني ادم حبيبي وانت بتفهمش شخصية البني ادم مقتل من ربنا سبحانه وتعالى. بنا اللي خلق. فهو عارف. بس دي بكل بساطة. فازا كانت التربية الحديثة توافق مع مع اي دين مع تعاليم الدين وقيمه. اه. فتمام اهلا بيها وسهلا. ازا كانت التربية الحديثة هتبعد هتبعدنا عن عن فكرة القيم والدين والاخلاق وتخلينا بنطلع شاب مائع ومعندوش اه رجولة ونخوة. فلا. لأ طبعا. فيش حاجة اسمها تربية حديثة. تربية حديثة دي مش تربية حديثة. اه. اسمها تربية حديثة دي دي سميها اي حاجة تاني. انها مش تربية حديثة. اسمها تربية اي بقى بالنسبك? تربية خيخة كده. مش مش عارف والله ملاحاش توصيف بالله والله فعليه ملاحاش توصيف. مش عارف هو الصفة. يعني اتخيل ان انا فعلا ما عندش توصيف هو الصفة. ايه يعني ايه يعني ايه معلش اسيب اه شاب مسلا ولا سيب بنت. ولا سيب طفل صغير يعمل اللي هو عايزه ويعمل من غير اي راقيب. يعني منين انتو طب جدتو الكلام ده? من اين استقيتموه? يعني. بكلم جد والله من اين يعني. وهو ده بقى يمكن لما تبص تلاقي الاباء والامهات دلوقتي بيتجهل الاسلوب ده في التربية. يقول لك عشان ما نطلعوش زي انا اخدنا الدنيا. زيك ايه انت عارف ربنا يا اخي. يعني زيك ايه? ما انت قاعد بتتكلم وزي الفل وفتحت بيت وربنا قرمك والدنيا تمام وزي الفل وعايش دنيتك وبشكل حلو ومرضي وراضي عن نفسك. سيبك من الضغوط اللي كانت حصلة. مال التربية الحديث هو مال الضغوط. يا سيدي علمه كويس. ايه المشكلة ينسي علمه كويس. انا بولك مصرفش عليه. بس خليه يطلع راجل كده. وخلي البنت تعرف يعني ايه تحافظ على نفسها. مم. ولا احنا بنقلد. يعني مصطلح التربية الحديثة. موضة صح? موضة. طلع موضة جديدة. يعني انت شايف ان ده هو بس مجرد اتجاه ومع الوقت الناس ممكن ترجع للتربية القديمة. طب اقول لك انا على حاجة تانية اكتر اكتر من فكرة الموضة. طب تعرف ان هي اه مش موضة اكتر ما هو بعد عن الدين. وخلينا انا بقول دين. ما بقولش دين اسلامي. هو بعد عن الدين. اي دين. فيش اه ما فيش اي دين. هو بعد عن الدين. قولا واحدة. الناس اختارت ده. هو هم شافوا انه دي التربية الحديثة. هم عشان هم بعدوا اصلا عن فكرة تعليم دينهم. فبالتالي هم راحوا لحد تاني يقول لهم بنعيش ازاي. ما انت حبيبي عندك ربنا صحوانا تقال لك تعيش ازاي? هم. بس يمكن الاسلوب. ما هو اسلوب. لا اسلوب التربية القديمة خلاهم فاكرين ان ده. اه خطاب دين. هم. نفسه مشكلة. نرجع تاني ارجع اقول لك انه نفس الخطاب الديني. ما حدش بيطلع يقول لنا يا جماعة عن الدين حياة. ما حدش بيقول لنا كده. هم. فيهم تاني. ما حدش بيطلع. احنا 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 اتكلمنا عن عن العلماء ورجال الدين وتكلمنا عن. ما هو نفس المشكلة. ما انت طلعتني انا مش فاهم. انت انت عدم خطابك لي بشكل مرضي لشخصي ولعقلي. تمام? خلتني انا مش عايز اسمع منك حاجة. هم. فلما جي حد من بره او ايا كان اداني افكار شز عن مجتمعي وشز عن عداتي وشز عن تقاليدي وشز عن تعاليم ديني. عملت ايه بكل بساطة? خدتها منه وانا زي اللعمة ومش شايف بعمل ايه? الاسلوب بيفرق. طبعا خدت خدت منه بيتقول لك انا عايزة ربي تربية حديثة وميده وطوته وعندي دلع ابنك مش كان انت تدلعه عادي جدا ندلعه بس طلعه راجل. وبنتك طلعها عارفة يعني ايه بنته يعني ايه عداية وتخريده يعني ايه مجتمع شرقي ويعني ايه. بس. وهو بكلم في كل الدين. مش خالص خالص التربية الحديثة معناها ان انت تبقى عين ملكش هوية. او ان انت تبقى مني قدم ملكش هوية. خالص. اللي بيفقد الهوية مفيش عربية من غير نوع. مفيش عربية ماشية في الشارع من غير هوية. فيش. انك تفقد الهوية انك تفقد الهوية يبقى انت اصلا ما عندكش اصلا. مش هتتفهم انت ايه اصلا. مش مفهوم. والله ما هتتفهم انت ايه. بس. احنا فاكر اه يعني كان فيه كده مقول عن سيدنا عمر بن الخطاب. كان بيقول نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. فان ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله. صحيح قولا واحدا طبعا. احنا فعلا لو بعيدنا عن الدين. حياتنا ما تمشيش كويسة. يعني انا بشوف مثلا شخصية المواطن الخربي في اوروبا وفي امريكا. اه هو بالنسبة له الدين ده مش رقم واحد في حياته. اه بس في في حياته حاجات جميلة جدا و اه وعندهم اه سيستم ماشيين على ايه وراضين بيه ومدني هناك فيه اخلاق برضو فيه كل حاجة. بس هل ده مناسب لينا احنا ولا لا? طيب انت هتدخلنا تاني في فكرة المواطن الولا بص. مش لا مش تاني. يعني انت اصد دي ممكن تكون فكرة نقاش حلقة نتناقش فيها هو احنا احسن ولا الغرب? لأ مش احنا احسن من الغرب. بس احنا ليه مش عارفين نطبق حتى. انا جايلك كمواطن. ام. يعني دي فكرة دي فكرة لازم احنا نتناقش فيها. طبعا. وهل احنا لما بناخد منهم بنقلدهم? ام. عشان احنا شايفينهم نكحين بس. طب وهم لما نجحوا نجحوا ليه? كل الحاجات دي هم عندهمش دين ونجحوا. مش دي برضو حاجة بتتقالك طول الوقت. يقول لك يا عم ده ما عندهمش دين ونكحين مش عارف عاملين ازاي. ام. ده ده سؤال اه صحي جدا. ده محتاج حلقة كاملة ده ان شاء الله نعمجه حلقة بديدة. ان شاء الله بازن الله بس بس انا اللخصولك بشكل صغر خالص كده. ام. السيستم. السيستم. بس حلقة. مش الخطاب مش سيوم. لا 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 لا. هو الدي هناك مفيش دينا عشان يبقى فيه خطاب اساسا. لا 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 هم هناك هم هناك فيه سيستم. ام. في سيستم محتوط والمواطن عارف بكل بساطة ان هو ده الاطار العام لكل المجتمع. بيحكم كل المجتمع بعيدا عن عن انت بتعتقد ايه? ام. فهمني? فمش معنى نجاح المجتمع اقتصاديا. معنى انه نجح اخلاقيا. خالص. ده مش بس اكتصاديا يعني. ده مش ناجح اخلاقيا. اخلاقيا في بعض المجتمعات. سيستم. قانون. في بعض المجتمعات قادرة تحافظ علاقية مشوية. لا لا لا. مع الاحترام الكامل. مفيش. في قانون حاكم بيخليك مش قادر ترمش. والناس اللي عايش بره اكيد هيخشوا يقولولنا الكلام ده في التعليقات يعني. اكيد. نتمنى لو حد عنده تجربة في ده يا جماعي. قانون. انا انا متأكد وانا بقول لك اهو. قانون يحكمك يخليك مش قادر ترمش بعيدا انه يجي على حريتك. بس يخليك ما تجيش على حريتك انا كمان. فبالتالي انت تقدرش تبص على واحدة في الشارع عشان انا لو كده هطلب لك للشرطة وهتيجي اه مشكلتك مشكلة. ما تقدرش تتحرش بايا في الشارع وانا واحدة ست عشان خاطر انت هيحصل لك مشكلة كبيرة جدا. وعلى العكس تماما انا فاكر في قصة كده خاصة. انا قاسف بس هنا بيحكمك ايه قانون ولا اخلاق. لا قانون. بس. وصدقني والله القانون اوقات كتير هو بيدعو للتمسك بالاخلاق. يعني اعايز اقول لك على حاجة. انا قاسف يعني القانون هيخليك تتمسك حتى لو انت لا تملك اخلاق ولا قيم ولا اصول ولا عادات ولا تقاليد. القانون هيحطك جوه الاطار مش بمزاجك غصبا عنك. وهتشز عن القانون هتترمي في السجن. فبالتاني هو واحد زائد واحد يساوي اتنين الموضوع ما فيهوش اه تعب. بس حوض سيستم. ماشي? احنا وغادران شواء مختلف. مش احنا كمصر كل الدول العربية. احنا تكلمنا كتير في اه في السبب وايه الوضع الحالي. بس احنا ما هل مفتقدين لحلول? يعني انا خلينا نختم طيب الحلقة بالسؤال ده. بالعقل كده. ايه الحل في الرجوع تاني للدين بعد ما بعدنا عنه بالشكل. بأكد للمرة المليون. اللي عارف ان انت بتزقم التأكيد. لا لا احنا جايين ندردش يا جماعة. احنا مش جايين ننزر على رجال الدين او جايين ان احنا نقول انتو خلط او انتو صح. اه او جايين نقول للناس انتو بتربو غلط او انتو صح. احنا جايين ندردش. اه اه. احنا اللي نقوله في البيت كده على الاهواء. اه. واسمعونا. بالزبط. تمام? طيب. اه خلاص هو قالت كلمة. بص يا سيدنا. لا الفكرة اه مش فكرة علاج. وموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انت لازم تقعد تفهم في التاني فين المشكلة. فين المشكلة. وبعد كده حل. لو انت مفهمتش فين المشكلة مش هتحل. ومش هتعرف توصل للحال. انت مفهمتش اصلا فين مشكلة. فانا ممكن ابقى عارف ان مسلا مسلا فردة كويتش العربية اللي ورا هي المخرومة. تمام? وانا عمال الاف بالتالت فرد التانيين على كل بتوع كويتش بتوع مصر. مم. بس هي اللي ورا. وانا مش شايفة. انت اوصدك ان احنا لحد الوقت مش حطين ايدينا على المشكلة الحقيقية. مفيش حد حد حاطت للاسف. اكيد في ناس كتير فاهمين. مم. شبهنا كده فاهمين فين المشكلة. بس ما يملكوش تغيير. مم. انت شايف في التغيير يبدأ من يعني يبدأ. خطاب. من الخطاب. يبدأ من البيت في التربية. يبدأ من التعليم في المدارس. ما هو انت ما هو انت لما تخطبني كرجل دين. بشكل افهمه. افهمه. انت انا بكل بساطة ده هينعكس على 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 اهلي في البيت. مم. وهينعكس على المدرس اللي في المدرسة اللي ما هو البيت هو اساس كل الحاجة في المجتمع. مم. ما هو المدرس ده عنده بيت. وعنده ابن وام وست وخالة وعمة. فاهمني? فانت لو خطبني خطاب بعيدا عن التعصب. خطاب بعيدا عن فكرة يقولك انا بخطب. خطبني خطاب يحترم عقلي. مم. ودعوني زي ما الله سبحانه وتعالى دعاني طول الوقت للتفكر والتدبر. ادعيني انت كمان للتفكر. ما تدينيش الموضوع بالمعلقة كأنه دواء. هو مش دواء. هو مش دواء. هو الله سبحانه وتعالى قال لك تفكر. قفل هتعقلون. قفل هتتدبرون. طول الوقت ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. يقول لك قفل هتشكرون. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الاية وبعدين في اخير هيقول لك يا ابني افهم يا ابني تعلم. فاهم? انت كمان كشيخ ما تجيش بقى ما تحطش نفسك مكان ربنا سبحانه وتعالى وتروح ايالي هو كده اه احنا فاهم. قل ان في حاجة اسمها اصول في الدين. اصل. ثوابت. تمام? وفي حاجات تانية ينفع نفكر فيها. يعني انا مش هيجا اقول لك هو ليل دهر اربع ركعات. مش هعمل كده. مش هقول لك كده خالص يعني. دي ثوابت يعني فهمني. ده ما انا بتكلم في حاجات تاني كتير جدا. انا هحكي لك اخر حاجة خالص. احكي لك موقف صغار خالص. عشان تعرف اه دروب فين في يعني موقف حصل لي وانا صغير. مم. كلام ده مثلا انا عشرين سنة. في البيت عند اه في المكان اللي انا كنت ساكن فيه. فكان فيه المسجد مسجد صغير كده كنت بنزل صلي فيه. فكان في اه اكيد طبعا كلنا عارفين ان فيه فيه بعض الناس كده بيجيجوا يعيباتوا في المسجد يخرجوا يقول لك احنا خارجين في سبيل الله وحاجات كده. مم. تمام? فانا كنت بصلي في المسجد دوت فانا عارفهم كويس وهم عارفين ان يجيرا النوحة بتاعه كده. فهم قاعدوا معي قالوا لي احنا محتاجين اه ما تيجي تقعد معانا ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده احنا بنخرج نسكر ربنا ونعبد ربنا وحاجات كده. تمام? اه والله تمام انا ممكن اجي بفيش مشكلة. ايه اللي بيحصل يعني? قالوا لي بنتكلم عن ربنا طول الوقت. حلم. انا موافق. تمام? طب هتنقشوف ايه? انا عايز افهم تنقشوف ايه? تمام? قال لي اما تيجي اهتفها. انا كده كده باجي اصلي تمام? خلاص ماشي. مهم كان في صلاة عصر انا فكر الموقف جز جدا. فتغلت اتوضى. وانا بتوضى. انا شايف الراجل الكبير اللي هو في جنبي اللي بيتوضى بتوضى غلط. تمام? فواحد يعني يفاصل بينك وبينه حيطة. وبتوضى غلط وانت واقع ببرة بتقول ان انا بادعو لله سبحانه وتعالى وحاجات كده. انت فاهمني? فاهم. فاقلت خلاص ممكن يكون في مشكلة? ومش فاهمين الفكرة. او مسلا ايه محدش لفت نظرهم من الموضوع ده. فروحت بكل بساطة قاعد 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 لهم ايه? اه خرجت للي يعني الراجل اللي كان بيقول لي يعد معنا شوية ومش عايف ايه بتاعه. والله انا بحبه والله بحبه جدا يعني. فا قلته طب بقول لك يا شيخ فلان. انا عندي بس اكتراح. ما تيجي نحط جدول. يعني مسلا يعني وانت بتقول للناس تعالوا عودوا معينا ومش عايف ايه? قلهم احنا بعد العصر مثلا. هنتناقش في كيفية وضوء النبس واصل. فهم? وبعد المغرب مثلا هنتكلم على الموقف الفلاني اللي عمله النبس واصل. كده. يعني حطيلي جدولة على اساسها نبقى عارف ان انا جاي. هاخد ايه? اه بالزبط هاخد ايه? هتدردش معي في ايه النهاردة? كده. فحلي بص بقى الرد عشان تعرف الفكرة اللي انا بحكي لك عليها كلها في الازمة. في الخطاب. خلاني. في الاسلوب. اه. حلي. لأ ما انت لو عايز هتيجي. قلتل له مش فهم يعني ايه لو عايزة تيجي. قال لي. يعني من الاخر كده انت اللي عايز دين الدين هو اللي اطراح له مش انت مش احنا اللي نجيبه لك. انا مبقولكش حاجة والله. ده انا بقولك انه في في يعني مش عايز اقول لك. والله قلتلو كده مش عايز اقول لك ان كان في محب بتودغلط وانت عقب برة يا شيخ. انت فهمني? يعني وهو انت عقب برة بتدعو الربنا سبحانه وتعالى. طي بس ايدي افتح الكتاب وقول كيفية الهدوء على اساس واحد يستفيد معلومة. انا لو استفدت معلومة دلوقتي هجي لك بعد المغرب عشان يستفيد معلومة تايني هجي لك بعد العشرة هستفيد معلومة تايني تقول ليش معلومة? بس وخلاص من ساعدة. فكان رده قفل بالنسبة لي كل حاجة يعني فيه شيء غلط حتى في الطريقة والتفكير اللي انتوا بفكروا بيه. فاهم? فاهمني عايزة على فكرة موقف حصل معايا طريقة الخطاب خلى الموضوع بالنسبة لي. مش هفكر مجرد التفكير في الفكرة. بس? اه احنا ما ينفعش نعدي الحلقة بصراحة يعني غير لما نتكلم عن اه التصوف. اه. والموضوع اللي كان مصار من فترة كده عن اه شيخ كده اسمه صلاح الدنيا الالتجاني. اه. اه. والطريقة بتاعته او المذهب بتاع الله اعلم هو عنده عنده حالة كده خاصة بي. اه. مش بتكلم عن مشكلته مع بنت اه طلعت اتهمته انا دي مش قصتي خالص. انا بتكلم عن الفيديوز اللي ظهرت لي والحاجات. الفتاوى الغريبة اللي قالها. الاراء بتاعته. اه. هل فعلا الناس اللي بتروح لشيخ زي ده او تلتف حواليه. هي قريدي جاية من 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 الحتة اللي احنا اتكلمنا عنها من اسلوب خطابي. كرههم شوية في في حتة معينة في الدين. فراحوا عند غيرهم اللي هو بيديهم اي حاجة وخلاص. ب ب بفاهم بدون فاهم. انت رديت على نفسها خلاص. هم راحوا ليه? علشان ما رقيوش الجانب الصح. لح. علشان راحوا لقى حد بيكلمهم بشكل مختلف عن السايد في المجتمع. بس فراح. فراح. اللي بيرح تفكر. بدون تدبر. طبعا. يا حبيبي انت ليه ليه يعني بتطبق آآ آآ يعني افكارك انت على بقية المجتمع. انت ممكن تكون رافض فكرة ان انت ما تسمعش الكلام. او تسمع الكلام وتنفزه بدون تفكير. انت رافض ده. رافض الفكرة دي كفكرة. صح كده? في حد تاني لأ انا عايز يا عم اقول لي ده بيتعمل زي انا عامله. خلاص. ما تقعدش تشرح لي بقى الموضوع رايح فين وجاي منين وسبب وايه. لا خالص. فهمتني? فهمتني. فهمتني. فبالتالي هو الراجل آآ شايف انه ده بيكلمني بشكل لطيف. والدنيا عنده سهلة وكل حاجة زي السكينة في الحلاوة. بس فتمام ليه هقولك لأ. فبرضو ارجع طريقة الخطاب. طريقة الخطاب. وفكرة مفيش حاجة اسمها تجديد آآ الكلمة الشمعة. مم. لابد من تجديد الخطاب الديني. يا حبيب الطريقة. ما هو التجديد معناها تجديد طريقة. طريقة الخطاب. آآ. لا. في فرق ما بين طريقة الخطاب والخطاب نفسه. الخطاب هو كلام ثابت مسلم بيه وكل حد. بس انت توصل لي المعلومة دي هده الموضوع كله. مم. تواصلك ان انت ضد تجديد التعليم. طبعا ما ينفعش. اكيد محدش يغير في الثوابت والحاجات دي اكيد. وهي وهي ما ينفعش تغير. فيش احد يغير. احد يملك تغيير الثوابت. الفكرة كلها يعني فكرة تجديد الخطاب هي دي بقى الفكرة. تجديد ان انت تخاطبني ازاي? في تخاطبني ازاي? توصل معاك توصل لي المعلومة بشكل مختلف ازاي? افهمك ازاي? انا راجل دلوقتي المعلومة بتجيلي انا اسف وانا نايم على السرير. صحي كده اكيد. بكل بساطة يعني باعمل كده بتجيلي معلومة جديدة او باعمل كده تاني بسبوعية بتجيلي معلومة غيرها. باعمل كده بيجيلي معلومات كلها ده اخلاف بعضها. صح كده? صح. انت لما انت ما ديتش تفهم ان بكل بساطة المعلومات بقت بتجيلي اسهل ما هو ما خش الحمام سامحني يعني. فاهم? يبقى انت اللي عندك مشكلة. ازا كنت عايز تحافظ علي كمواطن في مجتمع عنده وعدات وتقاليد وقيم. لازم تتكلم نعايا بنفس الطريقة عشان افهمك. مم. يا اما هيحصل طول ما هو حاصل زي ما هو حاصل دلوقتي كده جيبا عما لا تحصل. مساحة بيني وبينك عمالي. انت تروح في اقصر يمين. وشايف ان انت صح بنسبة مية في المية. وانا بروحي الناحية التانية في اقصر الشمال. تمام? ومش عارفين نتلاقى. واحنا اللي اتنين عملين نمشي في في اتجاهات يا ريت كمان حتى في خطين متوازين. لا ده احنا في اتجاهين مختلفين. مع اننا احنا بنتكلم في فكرة واحدة. بس في خطين مختلفين يعني فهم كل واحد فيهم عشان خطر الطريقة. الطريقة. يعني انا بنتكلم في هدف واحد. بس الطريقة. الطريقة تخليك انت في حتة وانا في حتة. مم. بس. يعني انا سعيد جدا بالحوار اللي احنا فيه ده والله حقيقي. ويعني انا مش عايز انهي الحلقة بس هو في حاجة كده في دماغي جد. مم. انت آآ كنت حاجت لي موقف عن الشارع اللي انت دخلت ولاقيته كله آآ آآ اضرحة وضرويش وبتاع يعني مكتح كلنا تاني. كده هتفتح لها سكة ماشا قوي. اه بس بدون زكرة طب تفاصيل. انا كنت بصور في مكان انت عارب برناوش اشتغل المصور. كنت بصور في مكان كده. فاعدت على القهوة. رايح شوية بشرب قهوة بتاع. وبعدين فرج بتاع القهوة. لايه طوع. حطت صور كتاب. المكان ده يعني في مكان ما في وسط البلد يعني. فحطت صور ناس كده. بقول له يبادردش معي يعني بتاع جاب لي القهوة بقول له اه حلوة شايفه بتاع. وبعدين بقول له مين صرت مين ده قال لي ده سيدي فلان الفلان. ما انا بقى يعني الشارع ده كل شوية تمشي سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان. مم. فبقول له ده مين ده بقى يعني لقيت صورته عاملة ازاي زي السورة اللي بتبانى على الانترنت اللي هو الشخص المبيض قوي ده. مم. واحمر من هنا. او او. تمام? وده النصودة متحددة. اللي سبت النور ده بتاع رسائل الانبياء. ايوه والله نفس الصورة بتعلقة بتعلقة على القهوة. برواز كده. فبقول له فقال لي ده سيدي فلان فلاني. فانا كان فعلا اول مرة اصمع والله اول مرة اصمع سيدي فلان دة. فبقول له مين اه. ايه انجزاته. مم يقول له مين سيدي فلان دة يعني. اه. وفين المقام بتاعه. يعني. معنا في المكان دة مليان مقامات يعني. مم. قل له فين المكان. ان لا ده عايش. طب قلت له وقال لي خلاس ايدك طيب. يعني. جات من ينسلط القرومة? اه والله عظيمة بقول له. طب هو قل لي خلاس ايدك طيب. اشرح لي يعني. فقال لي لأ يعني ايه ما هو انا طلعت ايه بلول راسيدي. فاهم? قلت له يعني هو موجود. قال لي اه موجود وده انت تعال هنا يوم الخميس والجمع انا شهت عرف تخش له. عايز تخش له عادك ما عادك معه. فقلت له يعني انت. بس خلاص كفا كده. يعني انا بس بشرح. خلاص. انا فهمت انت تقصد ايه. اه. الناس فيه ناس مغيبة. اه. فيه فيه ناس ماشية وراء الله شيء. اه اه ايه طريقته. ارجعتنا يا اوليك خطاب. خطاب. الراجل ده بيخاطب ليه في المنطقة دي. مم. راجل ده. في المنطقة دي بالذات. تمام? وبيخاطب الناس دي. بالطريقة اللي الناس دي تفهمها. مم. اي مكان بقى بيسيطر عليهم بشكل. فبقى سيدي فلان. دي نفس الطريقة. اه والله وبيقولها بكل. والله انا تخيلت ان هو بيقول زي مسلا سيدي ابراهيم الدسوق الناس اللي بيقوله سيدي مرسى بول عباس يعني الناس اللي خلاص احنا طلعنا لانهم بيقولوا سيدي فلان. فاهمت زي? اه ففجأة لقيته بيقول لي سيدي فبقول له طب سيدك منين? اه عايش. سيدك ايه يا ما انا مش. لا ده سيدي مش عارف ايه وابو مش عارف ايه وبدأ ايه. اخلاص تمام? اخلاص سيدك يا سيد. فقط طريقة خطاب. طب ايض خطاب. انا انا شكل جدا لك. حبيبي يلا. حبيبي يلا. يعني احنا لسه لازم لنا حلقة تانية عن اه موضوع بقى التقليد الاعمى للغرب ده. اه اكيد. مهم والله. مهم جدا بازن الله. وعايزين كمان برضو قولك على حاجة. يعني ضروري جدا ان احنا نجيب آآ آآ شيخ. مهم. نتكلم معاه بكل صراحة. يعني احنا محتاجين نعمل ده. دي فكرة كويس. نتكلم بجد نتكلم معاه بكل صراحة نقول له احنا ايه المشكلة اللي بينا وبين اللي احنا مش قادرين دلوقتي نوصل لطريقة آآ نفهمكو بيها. لازم يتقال له الكلام دوت وهو يقول لنا وجهة نظرهم وارد جدا يكون عنده رد على كل حاجة احنا قلناها دلوقتي. مهم. اكيد. اه يعني. فهو يقول لنا وجهة نظر. فدي عش احنا تجنينا عليهم في الكلام وقلنا آآ كلام يعني وصفناهم بما ليس فيهم يعني. لا لا اكيد ده آآ آآ فاكاد ده ده بالزبط ده يبقى عن غير قصد والله. دي دعوة من عندنا هنا في البودكاست لاي آآ آآ عالم محتاج يطلع معنا يشرح لنا وجهة نظر وفي الموضوع ده اهنا وسهلا بيه والرد مكفول آآ آآ مش بننظر ابدا على حد ولا اي حاجة ده الموضوع كله بندردش من وجهة نظر. عايزين يجي دردش معنا آآ آآ. يدردش والله يفهم طبعا واي حد عايز يسأله حاجة لو فعلا اي حد يشرفنا يعني يسأله في الكومنتات يقول لنا فنسأله من اعلى لسان حالهم يعني وبتاع وهو فعلا بس يبقى بجاي يتكلم معنا يعني مش 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 من صفته الدينية يعني في انتيني. اكيد 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 بس مش هنستضيف حد زي صراحة الديني التجاني اكيد. اقول لك اي كلبها لحد الله. اكيدись